تمسكت ببراءتها وأضربت عن الطعام إلى جانب عدد من زملائها ما تسبب في دخولها مستشفى السجن للعلاج بسبب تلف شديد في الكلا واليوم تجلس الباحثة الإيرانية الفرنسية فريبة عاد الخاه بين أسرتها مع سوار إلكترونية يرصد تحركاتها بعد مرور أشهر على صدور حكم بسجنها خمس سنوات بزعم التآمر على الأمن القومية وسنة لنشر الدعاية الكاذبة ضد النظام لم تتمكن فريبة من اللحاق بزميلها الفرنسي رولان مارشال الذي كان برفقتها وعاد إلى بلاده في مارس الماضي بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل سجناء بين إيران وفرنسا فإيران حاولت على مدى الأربعين سنة الماضية تصوير الأمر على أنه تبادل للسجناء لكن الملف يظهر في كل مرة خروج طهران عن السياقات القانونية والسياسية ليتحول الأمر إلى احتجاز رهائن وعملية ابتزاز محام فريبة لم يتحصل على مزيد من المعلومات حول مصير موكلته وتمنى أن يتحول هذا الإفراج المؤقت إلى دائم كحال زميلها رولان مارشال الذي أفرج عنه سابقا خلال السنوات القليلة الماضية ألقت إيران القبض على عشرات الأجانب وحملت الجنسيات المزدوجة بتهم تتعلق بالأمن القومية من بينهم عاملة الإغاثة البريطانية الإيرانية نازنين زاغري وأطلقت سراح بعضهم مؤقتا بسبب تفشي وباء كورونا ولطالما كان هذا الملف أسلوبا لنظام طهران للضغط على المجتمع الدولي في مواجهة العقوبات التي تواجهها بسبب سلوكها المزعزع في المنطقة موسيقى